تنطلق اليوم في العاصمة الخرطوم جلسات الحوار السوداني المباشر برعاية الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة إيجاد ومشاركة لجنة تمثل المجلس الانتقالي إضافة إلى قوى التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير ومجموعات تمثل الإدارة الأهلية والمجتمع المدني والمرأة وبحسب وسائل إعلام سودانية فإن الجلسة الأولى ستكون إجرائية لاختيار أطراف الحوار وقضاياه وأهدافه والمنهج الذي سيتبعه من أجل إنهاء الأزمة السياسية في السودان في وقت أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في الحوار